السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصرع وإصابة أربعة في تصادم قطار وسيارة نقل على مزلقين فزارة بأسيوت لقيا سلسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر الأربعة في حدث تصادم قطار مع سيارة نقل بوينش على مزلقين قرية فزارة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوت وتلقى اللواء أسعد الزكير مدير أمن أسيوت اختارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بتصادم قطار مع سيارة نقل ووقوع وفيات ومصابين وبالانتقال والمعينة الأولية تبين تصادم قطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوت بسيارة نصف نقل رقم 1279 هيه فيه جيم محملة وينش وأصفر الحادث عن وفاة أبو بكر 45 سنة موظف بالسكة الحديد وأيمن 45 سنة سائق القطار ومحمد 45 سنة وإصابة عبد الرحيم وتم نقل المصاب والجسس لمستشفى القوصية المركزي وتم نقبل المصاب والجسس لمستشفى القوصية في قسطن